ومن الشارقة إلى إمارة عجمان إذ أدى صاحب السمو الشيخ حميد براشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الزاهر وأما المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني ودع الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار ويجعلها موئلا للعلم والقيم وأن يجعل شبابها نماذج معرفة متسلحين بالعلوم المتقدمة متمكنين من ناصيتها